أقل من سبعة شهور مرت على هذه المصافحة في بكين التي احتضلت محادثات السلام بين الرياض وطهران بهدف عادة العلاقات الدبلوماسية وهي مدة كافية لتزيل فيها إيران مساحيق التجميل وتبرز مرة أخرى أجنداتها التوسعية في المنطقة بعد اختيارها هذه المرة الساحة الرياضية منطلقا لذلك آخر فصول الاستفزاز الإيراني جسده وضع تماثيل لرأس حربتها في الشرق الأوسط القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني داخل ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الذي كان من المقرر أن يصطيف مباراة ناديي سفهان الإيراني والاتحاد السعودي في دور أبطال آسيا لكرة القدم ما أثار حفيظة النادي السعودي ودفعه للانسحاب من المباراة دلالات توقيت هذه الحادثة التي يخلط بها النظام الإيراني جميع الأوراق تثير الكثير من التساؤلات لا سيما تلك المتعلقة بمدى إمكانية التزام إيران بتعاهداتها السياسية فسليماني الذي قتل بغارة أمريكية مطلع عام 2020 في بغداد لم تقتصر ممارساته العدائية داخل العراق وسوريا واليمن ولبنان فقط بل اتهمته السعودية بالمسؤولية عن شن هجمات على مؤسساتها النفطية وسفنها في الخليج العربي إلى جالب الهجوم على سفارتها في طهران عام 2016 وهو العام الذي انقطعت معه أوصال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولن تبرهن حادثة وضع تماثيل سليماني التي صبتت جماهير الإيرانية جم غضبها عليها بعد انسحاب الفريق السعودي سوى حقيقة مفادها أن مفاهيم حسن الجوار والإيمان بالحوار وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة غائبة تماما عن قاموس النظام الإيراني فبحسب مراقبين لا يمكن المراهنة على حسن نية دولة يجاهر سياسيها دون خجل باحتلال أربع عواصم عربية